محمد محسوب المحسوب على أنه فقيه قانوني لدى الإخوان فاكرينه الوزير المسابسب اللي ضبط فيه إيطاليا بيتسكع في أحد شوارعها وتم القبض عليه وكان بيظهر بشكل لا يليق بأنه كان وزير ولا يليق بأنه أحد القيادات اللي بيقوله أنه هو يعني بيجاهد في السبيل الله وفي السبيل الوطن محمد محسوب في حواره مع عربي 21 بيقول مصر بصدد أوسع تحالف بتاريخ رد سلطة القائمة محسوب بيقول أن رحيل السلطة الحالية مسألة وقت محمد محسوب بيقول نحن أمام كريسة تتضخم كل يوم على جميع المستويات بيقول محمد محسوب المعارضة قادرة على إدارة الدولة وكل النقم السياسية والفكرية أصبحت الآن في جانبه أنا بيقول للمحمد محسوب أنت عبيض والله عبيض لأنه بيقول المعارضة قادرة على إدارة الدولة ده المعارضة إن كنت متخل أنت في المعارضة قادرة تب ما أنت كنت في الحكم أنت كنت في الحكم وكنت وزير لماذا فشلتم في إدارة الدولة لمدة عام يعني أنت دلوقت في المعارضة أنا بقول للإخوان بس من الآخر يعني ومقايدهم ومحبيهم وخلافهم وخرفانهم وكل بقول أنت كنت في الحكم لمدة عام كل الدولة كانت معكم وفشلتوا هذا الفشل غير المسبوع ولم تنجحوا في شيء على الإطلاق هل يمكن أن تنجحوا وأنتم هاربين ومرتزقة وأنتم انسوا انسوا هذا الكلام لأنه في دولة ولا يمكن على مستوى العالم والتاريخ أن تنتصر جماعة على مجتمع أن تنتصر جماعة أمريقة على دولة محمد محسوب بيتكلم بقول المعارضة أنا بقول له أين هي المعارضة أيها الرجل المخبول أين هي المعارضة هل هناك معارضة بتظن أنها معارضة مؤيدة وتبع الإخوان دي مش معارضة انتم مجموعة من المرتزقة المارقة انتم مجموعة من المرتزقة المأجورين انتم مجموعة المعارضة الحقيقية رغي سأل وقرة كتب التاريخ وقرة كتب السياسة وقرة كتب القانون والبلاد اللي انت قاعد فيها وبتأويك روح شوف يعني ايه معارضة في هذه الدول فيش حاجة اسمها معارضة من الخارج مافيش حاجة اسمها معارضة مسلحة فيش حاجة اسمها معارضة بتكره بلدها فيش حاجة اسمها معارضة مؤتلشة بهذا الشكل الإقصائي وبالشكل اللي هو أنصري زي جماعة الإخوان أمركم مكشوف وأمركم مفضوح لكن إحنا دورنا إن إحنا بدال مناخذ كلامكم نرميه في سلة المهملات بنعلق عشان بس نستعرف مدى الخبل والهطل والعبط اللي وصلته جماعة الإخوان